بدايةً نرحب بالشيخ وفخر لنا أن نبقى بين يديك في هذه الساعة المباركة وننهل من معين علمكم إن شاء الله لكن السؤال الذي يود يعني يراودني الآن حول طلبة العلم يعني كثير من الناشئة الآن الدعاء وطلبة العلم يتلمسوا الطريق نحوه يعني يريدوا أن يقدموا خدمة لهذا الوطن ولكن تشتتت بهم السبل يعني أحياناً تكون الرؤية غير واضحة لهم أو عندهم كيف تنصح طلبة العلم بالذات اللي فيه كليات العلوم الشرعية وفيه معاهد الشرعية هؤلاء نتمنى في يوم من الأيام أن يكونوا يعني أدوات ويكونوا مشاعر لوحدة الصف والإصلاح والمصالحة ولكن أحياناً يخيب بهم الطريق وينحاز بهم فبماذا توجه لهم من نصيحة رحمه الله وليه هذا كلام مهم جداً يعني قضية تتابع مسيرة العلم وتورثها هذه قضية من أهم القضايا خصوصاً في هذا الوقت يعني قل فيه العلم وكثر فيه الجهل كما جاء في الحديث يعني أن آخر الزمان يكثر القرى ولكن يقل العلماء فهذا يعني هذه القضية مهمة جداً ينبغي أن تتجه لهم من طلاب العلم إلى كسب العلم لأنه يعني هذا مشعل يحمله جيل بعد جيل يحمل على أكتاب جيل بعد جيل يعني ما وصل العلم إلى هذه الأجهال إلا بعد ما مر بأجهال كثيرة وعقول كثيرة وعنى وقرون كثيرة فهو هو نفسه العلمي وصل مبرئاً الآن أو في هذا الوقت يراد تشويه مسيرة العلم بدعوات يعني يقصد منها وضع حواجز وحوائل تحول بين أهل العلم والطلاب تشويه وتبديع وتضليل وتكفير كل هذه الدعوات الآن موجودة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي بالذات كثرت هذه الدعوات الآن فصار يعني تصليف الناس هذا كذا وهذا كذا وهكذا وهذا كذا القصد من ذلك هو يعني إسقاط هذه الرموز مهما كان الإنسان عنده يعرفون علمه ويعرفون فضله وهكذا لكن لابد أن يسطر حتى لا يأخذ العلم منه فيعني ينبغي يعني إعادة الصورة ومسح هذا يعني السواد الذي يعني وضع على بعض الناس هكذا لابد أن تعادوا الصورة من جديد وتوجه الطالب إلى أخذ العلم من منابعه ويعني ورفع الهمم لابد أن يشعر الإنسان بأنه صاحب همة وصاحب قضية يحملها من لم تكن له قضية يحملها ولو همة يقوم بهذا لا يصلح ترجمة نانسي قنقر